الاهلي للمرة السادسة على التوالي يفشل في الفوز على ساندونز ليظل ساندونز عقدة تاريخية للنادي الاهلي شئت ام ابيت اصبح ساندونز عقدة تاريخية للنادي الاهلي وبعبع للنادي الاهلي الاهلي يفشل في 180 دقيقة في احراز هدف ضد ساندونز الاهلي بكامل نجومه الاهلي بتاريخه العريك الاهلي بطولاته الاهلي بانجازاته لا يجد مهاجم يلي باسم تشيرت النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي علشان خاطر عندنا صلاح محسن عندنا مودست عندنا كهرباء عندنا لعيبة لا تصلح انها تلعب دوري مراك الشباب دولي المهاجمين انا بتكلم في نقطة المهاجمين النادي الاهلي عمل كل حاجة في المباراة النادي الاهلي اضاع ولكن النادي الاهلي بتاريخه ده كله ما عندوش مهاجم يحرز هدف نضيع كل الفرص دية تحكيم سيء تحكيم لا يصلح انه يكون متواجد البطولة معمولة مخصصة لساندونز وافتكروا كلامي كويس البطولة دهدية من رئيس الاتحاد الافريقي لابنه رئيس ساندونز الجنوب افريقية وكان الله فعون باقي الفرق فرئيس الاتحاد الافريقي حبيب يجامل ابنه علشان خاطر ضياع البطولة الافريقية الموسم الماضي ولكن تظل النقطة الاسوأ في النادي الاهلي وهي رأس الحرب السريح اللي النادي الاهلي بقاله خمس سنين يفشل في التعاقد مع مهاجم الاهلي يلعب وساندونز يصعد